أهم حدث بتحفظه لنا السيرة في سنة عشرة من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كده سيدنا النبي عنده 63 سنة تقريبا داخل على 63 أن يوم عشرة ربيع الأول توفي سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وكان عنده 16 شهر وكانت السيدة مارية زوجة النبي وستنا سيرين أختها بيبكوا عند سيدنا إبراهيم كده وهو بيجود بروحه ولم ينهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن البكاء فلما رفع له الصبي يعني ادهوله كده وخلاص يجوده بنفسه يعني في لحظاته الأخيرة قبله النبي وشمه في حلاوة الأفعال النبوية العرب ما كانوش يعملوا كده الرجل كان عنده قاعد جنب النبي فواحد من أحفاد النبي دخل فالنبي قبله قال له إيه ده أتقبلون الصبيان إن ليه عشرة أولاد لم أقبل أحدهم قال وما أفعل إن كان الله نزع منك الرحمة لما بتبسش العيال فين الرحمة اللي في قلبك محتاجين هم الأحضان والحنية ده ينشأوا هم عندهم ثقة في نفسهم فسيدنا إبراهيم بينتقل بيموت النبي رفعه كده وشمه كأن كل إنسان ليه ريحة كده فدي آخر مرة يشم الريحة دي النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يدفنه ثم بكى صلى الله عليه وسلم فجنب صحابي بيقول له ما هذا حضرتك بتبكي فقال نعم إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون حقائق بيسيبها النبي البكى مش حرام الصويت هو اللي حرام الراجل بيبكي مشاعر ممتلئة أب حنية على ابنه اللي بيفقده وخلى الستات اللي بتعيط طاية من غير ما يزعق لهم بكاء طبيعي بتاع فراء الأحبة ويندفن سيدنا إبراهيم ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وقال لي وسلم وتعد الشهور وتحكي لنا السيرة كما يقول ابن هشام وابن إسحاق يجي يوم عشرين ذي القعدة ويبدأ يتحرك صلى الله عليه وسلم سنة عشرة لحجة الإسلام كان سيدنا عبد الله بن عباس ما بيحبش كلمة حجة الوداع يا مكتوبة في الكتب حجة الوداع أو حجة الإسلام ولما الناس تعرف أن النبي هيحج والنبي دي المرة الوحيدة اللي حج فيها صلى الله عليه وسلم عمل أربع عمرات وحج مرة واحدة فتجمع الناس من كل القبائل رجاء أن ينالوا بركة الحج مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جهز النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر أربع ركعات في المدينة وتحرك ولما تحرك تحرك المرة دي على الدابة بتاعته على الناقة بتاعته عليها رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم يعني تجهيزات النبي كانت بسيطة ويرث يعني بسيط قوي ولما تحرك باللبس البسيط والتجهيزات البسيطة قال اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة كانوا بيسيب حقيقة كده أن موضوع الحج والعمرة ده التباصط فيه أقرب للقلب وعدم الفخر بالثياب وعدم إظهار التميز على الخلق أقرب إلى القلب عشان كده لبس الإحرام الكل بيلبس فطين كده فوطة تحت وفوطة فوق فيستوي الفقير والغني والأمير والوزير زي ما بيقول وتحرك صلى الله عليه وآله وسلم وقبل لما وصل ذي الحليفة المكان أو أبيار علي ذي الحليفة أو أبيار علي نفس الإسمين لنفس المكان اغتسل النبي عليه الصلاة والسلام علشان يحرم والسيدة عائشة تقول وكأني أنظر إلى وبيص الدهن في شعره الدهن اللي هو العطر ما لن نبي صلى الله عليه وسلم شعره بالدهن هو كان عدته عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعره كده ويحط العطر في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم يعني تجملاً أمام الله إن الله جميل يحب الجمال ثم ركب النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ما يلبي إذا به ينظر بحب الحت اللي قوي في السيرة مد بصره صلى الله عليه وسلم ما بين راكب وما بين ماشي مد بصره حج معاكم واحد ميت ألف إنسان ميت ألف إنسان ورأيت الناس هيدخلون في دين الله أفواج ده احنا كنا في بيت أرقم ابن أبي الأرقم ده احنا كنا 38 ولا 39 ولما أسلم عمر بقنا 40 ده احنا كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كنت أنا وبلال وليس معنا ما يأكله ذو كبد ما كانش عندنا أي حاجة خالص فيبص النبي كده ثم يلبي بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويحج النبي على أقوى الأقوال إنه حج قارن قارن يعني عمره وحج في نفس الشعيرة لبيك اللهم بعمرة وحج بعض الناس حج متمتع يعني خد نية العمرة وبعد العمرة هيتحلل وبعدين يبدأ الحج بعد كده وبعض الناس حج مفرد لبيك اللهم بحج والكل بيلبي مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان سيدنا عبد الله بن عمر يزيد في التلبية يقول لبيك وسعديك لبيك والرغباء وإليك والعمل وبيحكي لنا روي الحديث في صيح مسلم والبخاري وكثير من كتب السنة بتحكي قصة حجة الودع يقول فلب الناس حتى بحت أصواتهم من الجهر بالتلبية بكاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعظم وأقوى وأثبت وأتقى الخلق بكاءه على ابنه طبطبة على كتف كل رجل أو امرأة بكى لفراق حبيب لأن المشاعر اللي بتملى القلب بتفيد بها العين الفرحة والخوف والحزن وفراق الأولاد والقرايب الناس اللي هم حتى من دمك بيملى القلب بمشاعر كتير قوي قوي خلي العين تعبر عن طريق الدموع موش أي علاقة بالضعف ولا بالاعتراض الدموع ملهاش علاقة بالسخط على الله إنما الدموع تعبير إنساني حصل من سيد الأكوان عليه الصلاة والسلام الصحابي قال له إيه ده الدموع دي طلع منين اشرح لنا يا سيدنا النبي ما هذا يا رسول الله قال إنها رحمة وقال له إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن مش رح له القلب حزن فالعين عبرت لكن القلب حاله إيه ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون لكن بص أمانة النبي مع الصحابة الصحابة بيقولوا الشمس انكسفت حصل تغير في الأكوان بسبب موت ابن النبي لو مش النبي بقى حد مننا ممكن يسكت قلت يدي مش حقيقة بس هسكت خلي الناس تفتكر إن ابني حاجة كبيرة حتى أنا ما كذبتش ما قلت لهمش أيوة صح دي كسفت علشان ابني مات فكأنني كذبت أنا مش هكذب أنا هسكت بس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم قال له إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته أمانة في توصيل الوحي صلى الله عليه وآله وسلم ودين إلك للمشهد اللي حاجته لك بعده لما النبي طلع في حجة الودع وشايف مئة ألف حوالي إحساس جميل بالإمتنان ياه على الرحلة ياه لما كنت أنا وبلال لوحدنا ولا أنا وأبو بكر لوحدنا ولا بصلي أنا وعلي لوحدنا ياه لما كنت أنا وزيد بن حارثة راحين الطائف وضربونا بالحجارة النبي دلوقت باصص عينه مش جايبة آخر الناس اللي ماشي واللي راكب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجه ترجمة نانسي قنقر